لو طلعت عبدالله برا مين ممكن يكون بديل مين ممكن يلعبها في الأسماء الموجودة فما فيش فما كانش منطقي تماما استبعد أفشا في التوقيت ده لكن في النهاية أنا عايزك تستعرض معنا ومع الجمهور السادسة عبدالله بالأرقام وبالتحركات وبالحجم القدرة على أنه يفيد فرقته على مدار موسر مش بس بكلم على منتخب مصر مبدئيا هو في نقطة تجربت في مبارات ليبيا أتمنى أنها ما تتكررش النهاردة أن تقريبا لمدة عشر دقاي كان بيلعب محمد إنني كصانع على العاب فأتمنى ده ما يتكررش النهاردة لو تكرر مش هيكون أحسن حاجة ثاني حاجة لو رحنا للخريطة بتاعت الاثنين على مدار الموسم عبدالله السعيد ومحمد مكدي أفشا هنلاقي فرق كبير في مراكز صناعة اللعب فالخريطة اللي على الشمال هي خريطة عبدالله السعيد على مدار الموسم فهنجل لما نشوف اللعب على مدار الموسم فدي أكشنز أو دي أماكن الهيت ماب بتاعته بتقول إنه جناح شمال تمام فهنا لما بيكون اللعب صناع الألعاب بنقول يعني بلغة الكرة عنده عادلة لما بيكون عنده عادلة فأنا لازم أنا كمدير فني لازم أبقى عارف أنا بختار اللعب ده ليه إيه اللي هو هيضفولي فأنا نقطة قوتي مثلا محمد صلاح فاللعب ده عنده عادلة فأنا عارف طول الوقت إنه عبدالله السعيد هيبعد عن مراكز صناعة اللعب اللي بتميل أكتر عند محمد صلاح وهيروح أكتر لناحية الشمال ده هيفكدني كمان هيعمل جاب ما بين الجناح اليمين وما بين صانع الألعاب ودي حاجة بتتكرر في مباريات بيراميدس والناس كلها شافتها فدي بالنسبة للخريطة بتاعت عبدالله بالنسبة للخريطة بتاعت محمد مجدي أفشا طعن يعني خريطة شرحة نفسها تيت ماب أكشنز في كل الملعب صانع الألعاب صانع الألعاب في كل الملعب قادر يربط بين الخطوط قادر يتحرك ويستلم ويسلم في كل حتة في الملعب وقدر يكون في كل مكان هاي الفكرة إنه صانع الألعاب وظفته إن أنا بكون حلقة واصلة ما بين العشر العيبة اللي موجودة في الملعب من الحارس المرمى للمهاجم أنا إزاي بعمل ده وبعمله بأني طريقة أنا مش بعمل ده كويس مع عبدالله السعيد لأن مراكز صانعات اللي أب عنده كلها متطرفة ناحية الشمال شايد لكن بالنسبة لمحمد مجدي أفشا واضح إنه الفرق في الأكشنز الأرقام اللي تحدي دي النسب المئوية بتقول إنه تواجده في الناحية دي يعني بالنسبة لعبدالله 69% ناحية الشمال 25% في نص الملعب 6% بس في ناحية يعني ربع الأكشنز بتاعته يعني 25% من القرارات اللي بياخدها أو اللمسات اللي بيلمسها في الملعب في نص الملعب 25% فيه 70% اللي هو تقريباً 3-4 أو أقل بحاجات بسيطة ناحية الشمال ناحية اليمين تقريباً 6% يعني تقريباً أو ما بيروحش يعني بيعدي يخلص المابش وهو ما عداش أساساً في الحتة بالزبط هنلاقي الماب بتاعت أفشا تقريباً متقسمة يعني تقريباً 3-3 هنتكلم كمان بقى على نقطة مهمة هو اللاعب ده بيبقى موجود قد إيه في التلت الأخير الهجومي هنلاقي إن التلت الأخير الهجومي بتاع عبدالله 29% ها بتاع محمد مجري أفشا 48% فهنا برضو هنا بيديني إنديكيشن إنه هو اللاعب ده موجود في التلت الهجومي كم قد إيه من وقته بياخد كرات قد إيه في المكان ده فيه طبعاً يعني أشواءة أرقام لو ناخدها طب نروح للسلايد الثاني برضو احنا لسه مع عبدالله وأفشا احنا لسه مع عبدالله وأفشا احنا بس هنقول حاجة في الأحصائيات اه يعني حاجة بسيطة كده عبدالله في 33 مباراة كان معدل الدقائق اللي بياخدها في المباراة 83 دقيقة أحرز 7 أهداف وصنع 7 محمد مجدي أفشا فيه 42 مباراة بمعدل 86 دقيقة في اللقاء أحرز 8 أهداف يعني أزيد من عبدالله بهدف بجول بجول وعمل 14 أسست يعني تقريباً دول تقريباً دول هذه تقريباً الأرقام اللي احنا محتاجينها يعني ده مؤشر هنا لازم بقى يعني نسأل هو مين صاحب الاختيار مش لازم صاحب الاختيار يطلع يقول أنا اختارت ليه لأن في الآخر الموديل الفني بتاع منتخب مصر هو عنده ألاف اللاعبين يقدر يختار ما بينهم السكواد المناسب ليه اللي هينفز له أفكاره اللي هيقدم أداء كويس اللي هيقدم نتائج كويسة في الآخر أنا هحسبه على نتاجه وأداءه إن أنا حسبت كافتر حسن البدري على أداءه فطبيعي إن أنا حسب كيروش على أداءه طالما هي نفس السكيل اللي بحسب به كل المدربين هو ليه كل الحق يختار اللي هو عايزه لكن فيه شوية أمور كده مش عيب فيها إن احنا نطلع نوضحها مش عيب إن احنا نطلع في مؤتمر صحفي نقول أنا ليه اختارت سين على حساب صاد آن كان بقى مين سين ومين صاد أنت صاحب القرار وانت المسؤول عنه بس محتاج توضح للنس عشان حالة البلبلة أو حالة العشوائية وفي النهاية منتخب مصري يخص كل المصريين طيب موسيقى